سامسونج في نيويورك إلى جانب النوت 9 أعلنت عن الجالكسي تاب اس 4 تابلتها الجديد واللي يحمل مواصفات قوية جدا التابلت الجديد يأتي بشاشة بحجم 10.5 انش سوبر اموليد دقتها 2560x1600 بيكسل أي 287 بيكسل لكل انش وزنه 483 جرام يعني خفيف جدا وهذا لنسخة 4G ويفرق رام واحد عن نسخة الواي فاي عندنا 4 سماعات من شركة AKJ مع تقنية Dolby Atmos يعني الصوت بيكون شي رهيب عندنا ال S Pen واللي بيعطيك خصائص كثيرة ورهيبة وعندنا منفذ للسماعات الرأس اللي هي 3.5 المعالج هنا سراب دراجون 835 والرام عندنا 4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية بتجك بخيارين تقدر 64 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت لكن في كل الاحوال تقدر تدخل ذاكرة خارجية عن طريق منفذ الذاكرة الخارجية حتى 400 جيجا بايت عندنا دعم للبلوتوث 5 وعندنا منفذ Type-C اللوحي هذا راح يحمل كاميرتين كاميرا خلفية 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 وكاميرا أمامية 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 وبتكون مناسبة للمكالمات نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع واجهة سامسونج عندنا سامسونج ديكس مدمج في هذا اللوحي يحتاج إلى كيبورد للعمل والكيبورد يباع بشكل منفصل ما عندنا تراكبات في الكيبورد لذلك تحتاج ماوس بلوتوث اللوحي راح يدعم خاصية التعرف على الوجه ورح يدعم قارئ قزحية العين المساعد الصوتي الشهير من سامسونج بيكس بي بيكون موجود لكن ما لازل خاص بطارية اللوحي 7300 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بالنسبة للألوان في عندنا لونين الأسود والرمادي بالنسبة للأسعار نسخة واي فاي 64 جيجا بتكون ب650 دولار 256 جيجا بتكون ب750 دولار أما الكيبورد أو لوحة المفاتيح بتنباع بشكل منفصل ب150 دولار بالنسبة لنسخة 4G ما تم تحديد إصدار أو سعر لنسخة 4G الباقي دول العالم فقط ذكروا أنها بتكون متوفرة في الربع الثالث من هذه السنة يعطيكم العافية على المتابعة لا تنسونا بالدعم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس كان معكم حسن بن سيمي مع السلامة